اعزائي طالب الصفق الاول السنوي استعدادا للمتحان شهر اكتوبر فضل الله سبحانه وتعالى احنا حالينا كتاب جمه المعاصر ده كان احنا شغالين حاليكم مسارة لونجمال نزلناهم لكم عقناة نزل لكم مراجعة جميلة جدا ان شاء الله كتاب العمالقة كتاب زابست كتاب بيت باي بيت كل التدريبات بتاعتهم عالجرامر وعالكلمات وعلى الترجمة لما المواصفات لانتحان بازن الله هتنحل بالكامل لان انا عايزكم كلكم بازن الله بازن الله جيبوا الدرجة النهاية. يلا جماعة نبدأوا مع بعض. السيف الماضي اللي رقم سي. ليه جماعة لان كلمة ده اللي على الماضي البسيط. يعني مع اصدقائي. نمبر سكيستي فور. از اي ووز ستادي انج. اللي رقم بيه. لان از و وايل و جاست از. بيجي بعدين فاعل. وبعدين ووز او وير. والفعل مضاف له اي ان جي. وبالتالي تجب رقم بيه. بايولوجي اللي هو علم الاحياء. اي فاوند اوت اكتشفت مور. يعني المزيد اباوت اورانجا تانز زير. يعني حيوان الغيابة هناك. نمبر سكيستي فايف. اي بوك دا اهولي داي. يعني حاجست اللي داي رحلة. اللي شركة اه حفاظ على البيئة. طبعا اه اي جماعة? طبعا وينت ليه وينت? لان احنا هنا عندنا عطف. عطف اللي هو في كلمة ايه? ومعروف ان يعني المعطوف يبقى زي يعني زي المعطوف عليه. اللي هو يعني لو ماضي بسيط يبقى التاني ماضي بسيط زيه. فاحنا هنا عندنا بوك ده ماضي بسيط يبقى التاني. يبقى وينت الماضي بسيط زي. سكيستي اه سيكس. فيكم حد ممكن يقول والله ده ده دي ده العزام الماضي بسيط ايوة. بس هنا فيه يعني وقت محدد. الوقت المحدد دلولة الساعة كان ساعة عشر. لو قدتين. واحنا اتفاقنا ان ات وقال وياسطر دي وفروم تو لما بيج معان مدة بناخد ماضي مستمر يعني ناخد وزء او ويرو فعلا ما اضاف له اين جي وبالتالي تبقى اللي جاء برقم دي. ويرو دوين. سكيستي سفن وين وي جوتو جاكارتا عندما وصلنا لزاكارتا. ويس بيس ان انترنال فلاي تو برينيو. طبعا يا جماعة وي كوت اللي رقم اي. ليه عرفت ان كوت يا جماعة? لان ده بسرد احداث. وسرد الاحداث لو حديني ميت فعلي كلك حيبو ماضي بسيط. سكيستي ايت ماي لاجج امتاعتي. نيفور ارايف دي لم تصل. سو اي سبيس تو باي نيو كلوزس يبهاتو اللي رقم سي. طبعا يا جماعة ليه خدنا لانه برضو نفس القصة. سرد احداث وبالتالي ناخد ماضي بسيط. اه سكيستي سفن وايل اس بيس اوت اوف زابوت. لاحظ ان وايل هنا ما جايش بعدها فاعل. وبالتالي عايش بعدها الفرب في اي ان جي. بناخد رقم سي. بدون ووز او وير. يعني با انها ما كنت منحاني من على القارب. تو تيك فوتوس لقد صور اي دروب دي. يعني اسقطت مي كاميرا للكاميرا بتحدي. نمبر سيفنتي. اون اس بيس زاباد نيوز. يعني عند سماعي الاخبار السيئة. عالي فين تد اغمية عليه طبعا اون. بيجي بعدها الفيرب فاين جي. وبالتالي ناخد رقم اي ليا هيرينج. سيفنتي وان. وايل وي وير سيتنج. اون زابوت. يعني بينما كنا جالسين في القارب. زا قايد اس بيس. اس اول ابوت زا اورانجا تانز. يعني المرشد. اخبرنا عن الورانجا تانزي بطول داس. اللي رقم اي. سيفنتي تو. هي يوز تو بي اس لو ريدر. يعني اعتادة ان يكون قارئا بطيئا. بط افطر الوطف البراكس. ولكن بعد كثيرا من التولينات ناو هي. طبعا يا جماعة احنا اتفاجنا ان بعد بط ناو او ناو ده هي. دايما النفع يبقى ضونت او دازنت. لكن لما يبقى يوز تو بي زي الجملة اللي جمعانا ده هي. يبقى النفع يبقى لاخر واحدة. طبعا بيت لدغاني لرقم بي. بينما كنت نائما. وزراعي ورمى. طبعا هنا يا جماعة في قاطع. ومقطوع القاطع اللي هو اللد. والمقطوع اللي هو النوم. بينما كنت قطه طبعا يا جماعة لان في تزامن. يعني بتقول انها كانت بتطبخ وزوشها كان بيغسل العربية يبقى فعل بيحدث في وقت فعل ومش هيجطع عدوم الاخر. يعني عند رؤية الحريق. طبعا رقم سي. ان دايما ان دي يجي بعدها الفعل والفعل التاني بيقى ماضي بسيط. وهي بتبقى دايما بتعبر عن سرد احداث. سيفينتي سيكس. يعني عندما وصلت الى النادي. صديقي كان ينتظرني. كان زائد مضارع. يبقى وزق وير. الفعل مضاف له اين جي. يبقى رقم بي. سيكستي سيفين. سبس ماي فيزت. توززو. اي سو ميني انيمانس. يعني اثناء زيارتي لحديقة الحيوان. رأيته العديد من الحيوانات. اثناء وخلال يبقى ديورينج. سيفينتي ايت. سبس. هي ووز استيودينت. هي ووز رايتين شورت ستوريز. يعني عندما كان. عندما كان. او بينما كان. لانه مش هنفعها خير كده. نقول واي. هي ووز استيودينت. هي ووز رايتين شورت ستوريز. يعني كان يكتب قصص قصيرة. نمبر سيفينتي ناين. زا سيفزز بيز باي ايني وان. يعني اللصوص لم يروع باورينتي سين اللي رقم سي مبنية للمجهول. والماضي البسيط في المجهول بتكون من مفعول ووز او وير وتصريف الثالث للفعل. نمبر ايتي. يعني هل الشركة اختبرت المعدات بالامس? يس ات المعدات با ايه? طب يا جماعة المعدات دي اسم مفرد لا يعد. والجملة مبنية للمجهول. ها? اختبارات. اسباس فيزتينج اوارز. اللي بقى لك. ايه دي? انت يا ست طولة امراك تقول لنا ديورينج بيجي بعدها اسمه مسبقه مزاوصفة ملكية. او ممكن يبقى برضو اسمه فاعل. زي دي. نقول فيزتينج اوارز. ووركنج اوارز. لساعات العمل. يبقى ديورينج فيزتينج اوارز. ويكود فيزت اوار انكل ادسا ايه? واسبتالي انا ستطعنا نزور عمنا فيه في المستشفى. اه تقولي اه اتي تو سوري. اي از ويل از ماي فريندس. اي از ويل از ماي فريندس. انجليش يستر دي مورني. طيب يا جماعة. في حد فيكم عارف قاعدة از و لاس. الفعل لفيها بيتبع الفعل الاول مش التاني. يعني انا احنا هناخد ايه? طيب احنا اتفاجنا كده ان احنا هناخد عشان اي. طيب بس ما اتفاجناش ليه برضو خدنا خدنا ليه ماضي مستمر. لان انت لو شفت هنا يا جماعة. جال هوا جال بس ولا جال ايبقى ازا لما تلاجي gerçekten صوري ايو حاجة من دول advent of our I had written the book after that I took a rest يعني خاص طراحة خاصة اللي نجملة فهو ماضي تام يبالتاني بماضي بسيط I was based at home يعني بينما كنت في البيت I watched a nice film يعني شالته فيلما جيدا طبعا يا جماعة ووز هلين فعنا اخدوه سبينج لا طبعا فيش حاب بينج أصلا ما بين حط لاش ING في المعلوم إلا في حالة واحدة كده خلاها فوقت 86 My father's car was hit by a driver يعني عربية أبي استودمت بسائق هو was driving اللي رقم A at mad speed يعني زرحة جنونية طبعا كان السوق بوز أور الفيلم وضف له ING 87 What is best when I called you What are you doing اللي رقم B يعني ماذا كنت تصنع عندما نديته عليك 88 My is best to have a fear of friends when she was young يعني أن ما اعتادت أن يكون لديها خوف من الفئران عندما كانت صغيرة طبعا ده سرد أحداث وبالتالي عني أخذ ماضي بسيط يبقى ناخد used اللي رقم A used to 89 He couldn't open the door يعني لم يستطيع أن يفتح الباب as he was having a shower لأنه كان يأخذ دوشا طبعا يا جماعة نقولنا أنه ماضي بسيط as أو because أو since لما يكون التلاتة معناهم لأن وبعدين ماضي مستمر في بعض أخواتنا كده بيقولوا couldn't وبعدين because أو as أو since بمعنى لأن couldn't زاد المصدر وبعدين because أو as أو since بمعنى لأن وبعدين بعدين وقصة أور الفيلم ضف له ING لأخر واحد 90 at this time yesterday specific time يعني وقت محدد لأنه خصص قال في هذا اليوم بالأمس I was writing اللي رقم B short story يعني قصة قصيرة 91 he is based from the university يعني هو تخرج من الجامعة 2017 طبعا graduated لأن إن زاد سنة ماضية بدل على زمن الماضي البسيط 92 once he is based exercise every day بطناوي has no time يعني من عندوش وقت طبعا يا جماعة used to do لأن كلمة once دي do once دي دل على الماضي البسيط وبرضو في هنا معنى الجملة إن شيء كان بيعمله في الماضي وبطل بيعمله يعني بيقول هو اعتاد أن يعمل تمرينات لكنه دراكت ما عادش بأي عنده وقت وإحنا قلنا يوز توت عبر عن شعادة كان صاحبه ويفعلها في الماضي ولم يعد يفعلها ها الآن 93 this time yesterday برضو specific time لأنه حدد جال في مثل هذا الوقت بالأمس إبقى أنا ناخد ماضي مستمر يعني was over في المضافة الان جي وبالتالي ناخد رقم دي was flying يعني كان مسافرا over the specific بسف كله المحوط الهاد 94 yesterday she is based a mistake يعني اتكبت خطأ يعني made اللي رقم B and was punished وعقبت for it 99 one of the Egyptian scientists one of يعني واحد من بيجي بعدها اسم جام لكن الفعل بيبقى مفرد bravo وبالتالي ناخد was awarded اللي رقم A the noble prize اللي جائزت noble in twenty ten يعني في سنة 2010 لأن إن زاد مدة في الماضي بتدول على زمن الماضي البصير 96 is based that black dress when you made hair يعني نقول هل هي كانت مرتادية هل كانت مرتادية وقلنا كان زاد مضارع يبغوز اوير الفعل المضارع في الان جي وبالتالي ناخد رقم A خاصة ان نوين هنا جاء بعدها ماضي بسيط 97 at five o'clock last Sunday في specific time اللي هو كلمة ايه اللي هو كلمة at five هنا five o'clock يعني حددنا يوم السبت الحعد الماضي الساعة خمسة I space on a bus طبعا I was ما نفعش نغدوص بي يعني كلنا النبي ما نفع طلاش اين شي في المعلوم on a bus on my way home يعني في طريقي الى البين 98 I space play football يعني يا جماعة بيقول ايه انا اعتدتو انا العب كرة القدم ناخدو ليا رقم B لان لو خدت رقم A او C حيجي بعدين الفلفو ان جي ورقم دي فيها غلطة لانه بيقول didn't use لانه فرطبا didn't use لقم نين تي ناين بقى بصة هي جات الوحدي هاي I space playing football لعناخد ليا رقم A لان احنا قلنا use the two از سابقى حاجة من او جيت او بيقام يجي بعدين الفلفو ING وتبقى معناها متعود على عمل شيء في المضارع number 100 I use the two get up early يعني انا اعتدتو ان استيقظ مبكرا ده معناها ايه معناها I no longer get up early no يعني ان دلوقت انا خلاص ما عادش باستيقظ مبكرا ان كلمة no longer بيجي بعدين مضارع بسيط ولكنها تعبر عن عادة في الماضي لم يعد صاحبها يفعلها الآن زيها زي use the two بالظب 100 and one she used to be active يعني اعتدت ان تكون نشيطة بطناو شي لكنها الآن ايه احنا اتفاقنا عن بعض بطناو بين شيء بننفي دايما don't او doesn't ما عادة لو كانت used to be زي الجملة اللي معنا داية يبقى النفي بيبقام او ازا وار نوت وبالتالي ناخد ايه 100 and two jana was drinking يعني كانت تشرب orange juice يعني عصير برتقال when somebody's best hair عندما شخصا ما ايه pushed اللي يرقم بي ليه لان القاطع اللي هو الدفع ماضي بسيط والمقطوع ايه بماضي مستمر اللي هو drinking was drinking orange juice 100 and three during my walk to school ايش معنى لان ديورنج بيجي بعدها زاء او صفة ملكية وبعدها اسم يعني اثناء مشي الى المدرسة i saw رأيت a horrible accident يعني حادثا مروعا 100 and four we knocked on the door يعني اطرقنا على الباب but nobody ولكن لا احد سياق الجملة ايه يا جماعة ماضي وبالتالي اناخد open اللي رقم بي 105 tom was very unlucky يعني لم يكن محزوزا it is based every day يعني امطرت كل يوم during his holiday طبعا يا جماعة تبقى trend اللي يرقم به طبعا ده سرد احداث لان بيحكي على الحكام بحصل معاه اثناء الاجازة 106 it's late it's time we احنا اتفاجنا على كلمة it's time حان الوقت او wish او if only يعني تمني او suppose اللي هي افترض كل الكلمات ده يا جماعة لو جيب بعدها فاعل ناخد ماضي بسيط بوينت لكن لو في كلمة تانية اللي على الماضي بقى يبناخد ماضي تام نمبر 107 this time last year يعني في مثل هذا الوقت العام الماضي i is based in Brazil يعني كنت اعيش في البرازيل لاننا حدد وقت معين حدد specific time وبالتالي ناخد رقم اي la was living 100 and 8 took us based when she was ill last year يعني تقى كانت تشاهد التلفزيون كثيرا عندما كانت مريضة العام الماضي طبعا يا جماعة هنا كانت تشاهد كانت زائد مضارع i was aware الفعل مضاف له and g وبالتالي ناخد was watching 109 i have started drinking recently يعني بدأت نشرب شاي recently حديثا i is based like it before يعني اللي ما كنتش بحبه قبل كده you never used to لان احنا دي بتعبر عن الماضي فالنافي بتاع you used to ممكن you never used to unit 2 يا جماعة unit 2 كان فيها زمن المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط تعالوا كنشوف الاسئلة يا جماعة طيب بيقول في نمبر 63 i is based her lunch wins a full rank يعني آية كانت تتناول العغداء عندما رأنا التلفون تبقى اللي جابة رقم دي le was eating لان هنا كان زائد مضارع i was aware في المضاف له i n g نمبر 64 after his base his homework يعني بعد ما يعمل الواجب he will watch match يعني سهي شاهد المباراة اللي مدجك فيكم يشوف الجملة التانية will watch يعني هنا طالما فيه مستقبل يبقى يجي بعد الرابط مضارع بسيط او مضارع تام وبالتالي الاجابة اعطي برقم دي ليه does 65 took a always is based to school by bus يعني طوقة دائما بتعتي المدرسة باللتوبيس يبقى رقم a لان طبعا دي زمن الجملة مضارع بسيط ودي عادة عادة لكلمة always 66 as soon as we were on board يعني بمجرد نكون على متن الطائرة we is based ourselves طبعا we introduced اللي هي رقم دي لا ليه introduced ليه لان as soon as هنا جي بعدها ماضي بسيط فالفعل التاني حيبها ماضي بسيط او ماضي تام بس طبعا ده سرد احداث وبالتالي عدي برقم دي اللي introduced 67 before he is based to london he had sold his furniture طبعا before يا جماعة هنا في ماضي تام لي had sold يبقى التاني عيبها ماضي بسيط اللي هو lift اللي هو رقم c number 68 before بفور اللي ما جايش بعدها فاعل وبالتالي عيش بعدها الفاعل فوق ing اللي هي رقم دي for lunch he had paid يعني دفع off his debts يعني كل ايه كل ديونه 69 my father is based to the market just now يعني ابي ذهب الى الماركت السوق just now وقلمة just now ده لعلى زمن الماضي البسيط وبالتالي اللي جابت برقم دي اللي هو wind 70 between 6 and a half past 7 this evening between 6 and a half past 7 يعني بين و هذا المساء يبقى specific time يبقى ناخد i was having اللي هي رقم c breakfast لو الفطار number 71 never save never is based lies يعني save لو يقول الكذب يبقى رقم c till lies يعني لا يكذب 72 could you please wait هل ممكن تنتظر حتى till he is based يشور طبعا يا جماعة هنا الرابط هيجي بعدين مضارع بسيط لالرايفز لان التاني طلب او حد فيكم ينغش ويقول the good you please دا دا ماضي لا يا حبيبي دا طلب يعني صيغة مضارع وانحنا اتفاجنا بان الروابط يشبه بعدين مضارع بسيط او مضارع تام اذا كان الفعل الاخر مستقبل او امر نقم 73 شارلز فازر طبعا يا جماعة لو خدت بالك هنا بعد بيكوس في ماضي تام يبقى التاني يبقى ماضي بسيط اللي هو وينت وهنا برضو في سرد احدث اساسا 47 did she always طبعا ضد الفعل زائد المصدر يبقى did she always fall you when she was in London كان بتصل بيكو هي فين في لندن 75 دعاء gets up early طبعا جيتس لو لاحظت في فعل في اس مضارع بسيطة لما الفعل في اس والفعل المفرد يبقى نف بايه بنفر لرقم اين 76 do you watch comedy films on tv هل بتشاهد افلام كومودية no i never لأ او نسوعد حين مضارع ايه never ايه جماعة دو عشان قاطب سياق الجملة مضارع 77 did you go to زابارتي هل ذهبت الى الحفل لا لم ادعى يعني كنتش مدعي يعني ما انا كان مبني المجهول بما ده مستفل المجهول تكون نفول وز او او ارد صفتات الفعل وبالتالي ناخد رقم c does your chemistry طبعا جت اللي رقم ايه لان يا جماعة سياق الجملة ديت ماضي مش مضارع يعني كل واحد يقول علينا المحصوص طيب سياق الجملة ديت ايه مضارع وين يا فوز طالما مضارع يبقى هناخد لان كلمة بيجي بعدها الفعل معاملة المفرد نمبر ايتي وان جيولوجيستس اللي هو معلماء الجيولوجيا ركس للصخور طبعا يا جماعة سطادي اللي اخر حضر اللي دي حقيقة يعني علماء الجيولوجيا بيدرس الصخور وتاريخها ايتي تو شارلز ديكنز ووز بورن يعني ولد يعني في جنوب انجلترا ايتي سري عالي سبيستو عالي لم يسمح له لم يسمح له يعني معناه كده مبنية للمجهود لان المطب بسيط في المجهود للفعل يعني عمل الشغل بتاعه قبله طبعا يا جماعة بيجي بعدها مطب بسيط اللي رقم بي بقى رايف وما بيتام بيجي مع مطب بسيط يعني هو متعود على الدراسة ليلا لرقم سي احنا قلنا ينزل طول لما يسبق حجم بي او جيت او بي قام يجي بعدها الفيال في اين جي ايتي سيكس هي رير يعني نادرا قمز دو سكول لات يبا هي اوفن يعني غالبا قمز اير يعني بيعتي مبكرا ايتي سيفن يعني لن يغادر المحل يعني حتى هي بي بي اللي رقم بي لان الرواب يجي بعدها مضارعة بسيطة او مشارط ان كل في الاخر في المستقبل او امر او طلب ايتي ايتي ايت ايس بي اقار اكسدنت ويل قامنج تو سكول انا رأيت لي رقم دي سو اقار اكسدنت هنا يا جماعة قاطع اللي هو الرؤية قاطعت الذهاب الى المدرسة المقطوع اللي هو ال قامنج تو سكول حتى لو كانت ثانية ايتي ايتي اي 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 سنو في الافتر ذات وبعد ذلك نجي بعدها بافتر ذات نجي بعدها ماضي بسيط اي 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 رقم بي يعني خستو راحة اي 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 يعني توفية اي يعني بالغة من العمر سكستي وان يعني واحد وستين سنة اي 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 يعني ميتنج يعني بنقول ان مونة ومي ما كانوش جهزين يعني اجتماع الامس ناين تس ري مي اي 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 طبعا يا جماعة هنا اجزاهم بخير جملة مضارع وبالتالي ناخد رايتس اللي رقم بي ناين تي فور مي فوتبول تيم اي بي زير ماتش يستر دي يعني فريق قلة القدم وان وان لأقر واحدة زير ماتش يسر دي المباراة بالأي بالأمس ناين تي فايف مستر احمد لفد ان بنس ويف تين يعني عاش في بنس ويف اجو اللي رقم بي لان كلمة اجو ديت دل على زمن الماضي البسيط وبيجي جاب لها مدة محددة ناين تي يعني يش ماشى على القمر لان زائد مدة في الماضي بتدول على زمن الماضي البسيط دائما ما يفعلونا اشياء مفيدة لبلدهم يبقى اللي رقم بي لان ظروف التكرار بتيجي قبل اي فعل وبعد اما واظهار فهنا جول جبل دو يعني ايه جماعة يعني هي بنقول عادة انا بتاعت متأخرة طبعا ديت ايه عادة خلي بالك كلمة ديت وقت محدد وبالتالي تبقى ماضي مستمر يبقى بالتالي ناخد رقم سي يعني المصابة يعني اخذت باي امبيولانس اللي عربية الاسعاف توزنية الى اقرب مستشفى طبعا دي ماضي بسيط في المجهول تقوم منفعول يعني يعني الضوء انطفى وهي المجال بعدها فعل وبالتالي عايش بعدها فعل يعني القطار وصل من نصف ساعة طبعا هنا ايه ارائفت زمن جملة ماضي بسيط يعني ناخد كلمة اقو لرقم ايه المصرحية يعني الوافدون الجدد طبعا يا جماعة وشون لان الجملة مبنية للمجهول المصرحية مش هتعرض لكن تعرض والماضي البسيط في المجهول تكون نفعول وص او ويرد صف التالت للفعل يعني المدرس مصرور او سعيد بجانا طبعا نجمع نيفر اللي رقم بي لان معنى كده ان طالما الفعل فيه اس يبقى نف باي بني 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 يعني تدور حول الشمس يعني واحدا من بني طبعا دي حقيقة وبالتالع تيبه بزمن المضارع البسيط نمبر بني بني طبعا يا جماعة تحصين الله يرحم من زمان وبالتالع تبقى ماضي بسيط يبقى وز ريتل لان الماضي بسيط في المجهول كان مفعول وص او ور صرف الثالث للفعل بقول وين اي وز يبقى تسرد احداث على طول اي بس لونج او يبقى يبقى يوز تو سليم لان معنى ام لسبع مساء طبعا يا جماعة كل ما هنو وجده المواعيد اما مع المضارع البسيط وبالتالي اخد او اللي رقم سي يعني الماء يستخدم يستخدم يبقى اي 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 اخر واحدة لان دي مضارع بسيط في المجهول يعني بينما كنت وشاهد التلفزيون طبعا هتبقى لان هنا في تزامن هي او انا بشاهد التلفزيون هي بتقرأ المجلة وان بيقول طالما بنت سرد احداث بنت سرد الاحداث يبقى نقول اي لان دي عادة كانت تحدث في الماضي وان تعد تحدث الان وان 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 يعني عندما زهبت في اجازة هي لان يا جماعة هنا سرد احداث والكلام ده في الماضي بت يعني عندما كنت صغيرا لرقم اي لان يا جماعة ده سرد احداث وبالتالي زمن الجملة هتبقى ماضي بسيط طبعا يا جماعة نقول اي طب الكلام يكون متناوي يبقى في المضارع طبعا نقول لا طب حد اعترض لا يا جماعة ما الافعال اللي بتستمر للفترة طويلة انه نفروض انه نحطها بزمن المضارع البسيط زي وزي الاخر سكوير سكوير اللي هو الميدان ويل مجاش بعدها فاعل وبالتالي يجي بعدها فاعل يعني بانا ما كنت اعمل كموظف يعني كاتب قانوني طبعا للي رقم بي لان يا جماعة هنا يعني ماضي مستمر معا ماضي اي ماضي بسيط 190 when we space the dinner had already begun when we اي يا جماعة when we arrived ليه ليا رقم ايه لان لو بصيت في نص التاني في الجملة هتلاقيين ماضي تام اللي هو had begun واحنا مع الماضي التام نجيب ماضي بسيط تمام 120 who space was when you visited the museum يعني انت ذهبت مع مين طبعا يا جماعة هنا سارد احداث فهم قول يعني مع مين ذهبت عندما زرت المتحف ده هنا بنسرد الاحداث وصارد الاحداث زمنه ماضي بسيط يعني بيقول له متى تخرجت منذ متى انت تخرجت طبعا لان دي في المعناها منذ متى تخرجت